بسم الله الرحمن الرحيم متابعين قناة مونساروات اكسيسوريز اهلا بكم معايا زي ما انتوا شايفين كده ورشتي المتوضعة ومعايا الاستاذ كوكي طبعا الوانس الاساسي معايا دايما في فيديوهاتي النهاردة ان شاء الله دي المفروض الورشة قبل مبدأ اختار السلك اللي هشتغل به او الورشة اللي احنا هنعملها النهاردة ان شاء الله على اساس ان احنا ممكن نعمل الخواتم احنا ان شاء الله ورشتنا هنعمل اكتر من خاتم النهاردة كزا خاتم عقل وخاتم كمان ماسك نفسه قوي نقدر نعمله كمان من سلك النحاس الواحد ملي طبعا انا مطلع كل الواحد ملي اللي عندي لان احنا نقدر نشتغل باي سلك من الاسلاك اللي قدامنا طبعا انا اخترت معاكم النهاردة سلك الالمونيوم باللون الفضي لانه طبعا اتعرفين انه فيه الوان كتير معايا العدة بتاعتي اساسي معايا الاصافة والبنسة الخشنة الاتنين وكمان المبرومة ومعايا عمود الخواتم وكمان الزراضية الفلات النعمة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نختار حجر من الاحجار اللي عندنا ونعمل الاول خاتم كبير شوية يعني الخاتم اللي معايا دلوقتي او اول واحد هبدأ به خاتم حلو قوي هعمله معاكم من اللولي المقاس 12 بحيث ان هو يديني انا يعني مجرد سلك بسيط قوي خمسين سنتي او ستين سنتي من سلك الالمونيوم هاخدهم طبعا سلك الالمونيوم طري قوي خلي بالكو في الشغل وانتو بتشتغل ومتقرسوش عليه قوي غير النحاس خالص لكن انا حاب اشتغل بالفضي بحب البسو بالنهار اكتر من الدهبي فدايما بشتغل بسلك الالمونيوم للحاجات اللي هي تبقى بالنهار هاخد اللولاية الحلوة دي وابتدي اشكل خاتم على مقاسي زي ما انتو شايفين معايا كده انا مش هشتغل حاجة صعبة خالص كله لف بسيط للسلك مرة باستخدام الحجر وكذا مرة بدون احجار عشان اللي حابب يشتغلوا لسه ما تعلمشي او لسه ما يعرفش تكنيك الشغل الصعب ازاي ممكن نعمله بمنتهى السهولة زي ما انتو شايفين معايا كده هاخد السلك بتاعي بس هدخل الحجر لان هو اهم حاجة ان هو ينفع الحجر بتاعي يدخل في السلك اللي معايا احنا طبعا معايا زي ما قلتلكوا واحد ميلي هبتدي الفه بقى كده كذا لفة يمين وشمال هاخد طرفين السلك هزبط بس المقاس بتاعي وكتبعا انا دخلت الحجر في نص السلك وابتديت الفه بالشكل ده عايزة اخبي الطرفين بتوع السلك من فوق اللي هم طالعين من خلال الحجر وكمان امسك الحجر بتاعي وامسك الخاتم بتاعي كشاسيه للخاتم يبقى ماسك نفسه قوي الخاتم ده من الخواتم الشيك قوي لو بنقدرش نستغنى عنها تعتبر دمن مجموعة خاتم الحجر الواحد انتو عارفين دايما انا بحب اشتغل من الواحد ونص في الخواتم السلك الواحد ونص ميلي لكن في ناس ما عندهاش سلك الواحد ونص ميلي اشتغلنا حتى مع بعض خواتم من الخمسة من عشر او النص ميلي اللي هو سلك التربيد وبتطلع خواتم برضو حلو قوي اي سلك عندنا نقدر نشغاله حتى لو كان سلك استانلس اي سلك عندي في البيت اقصد نقدر نشتغل به زي ما احنا حابين حتى لو ما عندناش كل الادوات زي ما انتو شفين انا اصلا كل شغلي يعتبر بلف بايدي وفي الاخر بس بثبت بالزرادية الخاتم ما اخدش في ايدينا حاجة زي ما انتو شايفينه في منتهى الشياكة هاخد بعد كده جزء من سلك النحاس حوالي عشرين سنتي وابتدي اشتغل خاتم سهل او بسيط انا هعمل خاتم بحرف الام او بحرف الاسم اللي طبعا انتو زي ما انتو حابين ممكن تعملوا اي حرف تحبوه بتشكيل الحروف او الكتابة بالسلك احنا طبعا اشتغلنا قبل كده فيديو واثنين اللي حابب يرجع لها ممكن لو عايزين يعني حط لكم لنك في صندوق الوصف اقولولي كنت اشتغلت معاكم ازاي نشكل بسلك النحاس اسماء وطبعا بتبقى حلوة قوي وحاجة مميزة او في الشغل ان هي بتبقى باسمي او بحرف اسمي انا هعمل حرف الام كده وعمل منه خاتم بسيط قوي عقل حاجة سهلة وبسيطة بسلك النحاس طبعا التشكيل الاسماء بسلك النحاس الاقل من واحد ونص طبعا بتبقى اسهل بكتير واقل كمان من واحد ملي بس بالسلك النحاس مش الالمونيوم لان الالمونيوم زي ما انتوا شايفين طري جدا انا بحاول امسكوه على قد ما اقدر واللي بنصحكم به ان انتوا تشتغلوا به الخواتم اللي هي مربطة او مسكة نفسها ما نشتغلش به خاتم مفتوح لانه بصراحة بيبقى مش مسك نفسه زي خاتم زي سلك النحاس الدهب او السلك النحاس العادي بصوا كده انا عملت تشكيل الحرف ام وبعد كده اللي انا هعمله ان انا باخد السلك بلفه على عمود الخواتم وهاخد طرف السلك بالمقاس خلاص هلفه لفة صغيرة ودخل طرف حرف الاسم بتاعي جوه الدايرة الصغيرة دي وابتدي اقفل عليه بشويش خالص بحيث ان هو يمسك لي الخاتم مسكة كويسة وما يغيرش في الحرف بتاعي وبكده الخاتم بتاعنا يكون خلاص انتهى كده تاني خاتم معانا النهاردة في الورشة بتاعتنا النهاردة احب ان انا اعمل كذا خاتم معايا طبعا انا اخدت 20 سنتي تقريبا السلك تقريبا الخاتم اخد 10 سنتي من السلك هبتدي اخد العشرة سنتي التانيين وعمل بيهم خاتم تاني معاكو على طول بصوا تقدروا طبعا تلبسوه خاتم عادي لو انت قديكم صغيرة طبعا نسبة والتناسب يا جماعة لازم الخاتم يقع مناسب للايد انا لو لبست خاتم زي ده بالمقاس العادي طبعا مش هيبقى حلو في ادية فابل بيسوا عقل بعد كده هاخد العشرة سنتي السلك التانيين وعمل خاتم بسيط او الخاتم ده من الخواتم السهلة اوي والتقليدية في لف السلك لان انا باخد بلف لفتين وبعد كده الخاتم بتاعنا طبعا مفتوح عشان كده بقول لكم الخواتم المفتوحة اعملوها من سلك النحاس مش من سلك الالمونيوم لان سلك الالمونيوم اللي هو على لونه ده ممكن الالوان تبقى مسكة نفسها شوية لكن اللي هو الفضي بيبقى بصراحة ضعيف ما يفعش نشتغل من الملي او الواحد ملي خاتم بالشكل ده لكن انا عشان هلبسه انا هنعرف هلبسه ازاي لكن ما نقدرش نشتغله العملة او نشتغله في شغلنا العادي بصوا ده تالت خاتم معايا النهاردة وطبعا عشرة سنتي من السلك في منتهى بمنتهى السهولة عملت تالت خواتم معاكو هاعمل برضو خاتم معاكو ادخل حجر برضو الاحجار الصغيرة ممكن يبقى عندي حجر صغير وحابة اعمل بيه خاتم ليه لأ هاخد برضو جزء من سلك النحاس حوالي خمساشر سنتي او اقل من عشرين سنتي وابتدي اشكل خاتم معاكو بخرزة حلوة قوي لقيتها عندي ده كريستال ازرق اهم حاجة نتأكد بس ان الكريستالة اللي عندي هي تلاتة ملي فصغيرة قوي مش سهلة تدخل لو واحد ملي من النحاس كانت ممكن ما تدخلش فالسلك اللي معايا يعني جربت الاول هتدخل الحجر بتاعي في السلك فتمام لقيتها عدت من السلك فخلاص هبتدي اشتغل عليها لفتها لفة صغيرة بحيس ان انا امسك الحجر بتاعي وابتدي الف كمان السلك على الحجر الصغير اللي معايا اللون الازرق حلو قوي مع الفضي ممكن احلى من الاسود كمان لاني كنت اشتغلت قبل كده معاكو باللون الاسود مع الفضي مع السلك ده وكمان اللولي معايا روعة بيبقى حلوة او بيكملوا بعضهم او بينطقوا بعضهم زي ما انتو شايفين كده طبعا انا لفيت زي سكرول كده على الحجر وهاخد طرف السلك محبتش ان انا لف لفة تانية كنت عايزة اعمل كده لكن حسيت ان انا التشكيل هيبقى مش مش مزبوط فهقفل على كده نفس القفلة بتاعة الخاتم اللي هو بالحرف يعني لما عملت الحرف اخدت لفة على الصبع او على عمود الخواتم وروحت اقفلة اقفلة صغيرة او لفة صغيرة كده اقفلت على الخاتم منها تقفل الشاسي بتاع الخاتم كويس ومنها برضو اهم حاجة دخلتها كده عدتها من السكرول اللي انا عملتها عشان ما تبوزليش التصميم بتاعي او تشكيل الخاتم بتاعي برضو الخاتم ده يعتبر مش ماسك نفسه قوي لو هشتغل خاتم عادي واشتغل عليه بالسلك الخمسة من عشرة طبعا دي تكنيك اعلى من التكنيك اللي احنا شغالين بالنهاردة طبعا الخاتم هيبقى متين وبيعيش لسنين لكن انا عملت خاتم اقدر البسه بسهولة اه لو انا النهاردة لسه متعلمتش وحابة اعمل لان انا برضو كنت في يوم من الايام اه ببتدي اتعلم وهتجنن عشان اشتغل لكن لسه مش عارفة اه اشتغل قوي وناس كتير قوي بتبعات لي عايزة تشتغل على طول ومعندهاش كل الادوات ولسه متعلمتش الخواتم دي النهاردة نقدر نعملها بالشكل ده زي ما تشايفين تحفى شكلهم حلو قوي نقدر نلبسهم بشكل حلو مع بعض يارب يكون الفيديو مفيد ونتقابل ان شاء الله على كل خير فيديو جاي بازن الله ورشة جاية متشكرة قوي ليكم ما تنسونيش من دعوة حلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته